بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجدد اللقاء معكم لهذا اليوم في مقرر برامج طفل ما قبل المدرسة أستاذ المقرر فوزيا ناجي الصبري وهذا الإيميل للتواصل موضوع اليوم هو نظريات حديثة في برامج رياض الأطفال عادات العقل والخبرات التربوية التي تتضمنها تعرفنا في المحاضرة السابقة على البرامج التربوية الموجهة لطفل ما قبل المدرسة من حيث تعريف البرامج الحديثة والتقليدية وكذلك الأسس الفلسفية لبرامج طفل ما قبل المدرسة وتصنيف البرامج وبرنامج ماريا منسوري فما هي النظريات الحديثة لبرامج طفل ما قبل المدرسة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا اللقاء يتوقع من الطالبة في نهاية هذا اللقاء أن تكون قادرة على أن تعرف مفهوم عادات العقل تذكر مراحل عادات العقل تستخلص بعض خصائص عادات العقل تستنتج أهمية استخدام عادات العقل والتفكير تذكر بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتطوير عادات العقل تنتج برنامج على شكل مواقف واستمارة تقييم خاصة بها بداية نتعرف على تعريف مفهوم عادات العقل هي تركيبة تتضمن صنع اختيارات حول أي الأنماط للعمليات الذهنية التي ينبغي استخدامها في وقت معين عند مواجهة مشكلة ما أو خبرة جديدة تتطلب مستوى عالي من المهارات لاستخدام العمليات الذهنية بصورة فاعلة وتنفيذها والمحافظة عليها ظهرت وجهات نظر ومدارس مختلفة حول عادات العقل وتقسيماتها أول تقسيم للعالم هيرل بتقسيم عادات العقل إلى ثلاثة أقسام رئيسة يتفرع منها عدد من العادات العقلية الفرعية على النحو التالي خرائط التفكير ويتفرع منها مهارة طرح الأسئلة والمهارات العاطفية ومهارة ما وراء المعرفة العصف الذهني ويتفرع منها العادات التالية الإبداع والمرونة وحب الاستطلاع وتوسيع الخبرة منظمات الرسوم ويتفرع منها العادات العقلية الثلاثة التالية المثابرة والتنظيم الضبط والدقة إذن العالم هيرل قسمها إلى خراءة التفكير والعصف الذهني ومنظمات الرسوم ظهرت بعد ذلك وجهة نظر العالم مرزان وآخرون فقد صنفها إلى عادات عقل منتجة التفكير الإبداعي التفكير الناقد التنظيم الذاتي بينما دانيالد غولم عام 2000 فقد قسم العادات العقلية إلى أربعة أقسام هي الانفتاح العقلي والعدالة العقلية والاستقلال العقلي والميل إلى الاستفسار أو الاتجاه النقدي ننتقل بعد ذلك للتعرف إلى خصائص عادات العقل أو ما يميزها أول خاصية التقييم الدافعية تحسس المشكلات امتلاك القدرة الالتزام السياسة والتنظيم ننتقل بعد ذلك إلى مراحل تطور عادات العقل ننظر للهرم هذا سنبدأ من قاعدة الهرم قسمها العالم كوستا إلى أربع مراحل هرمية مرحلة اعتبار التفكير كمهارة منفصلة مرحلة اعتبار الاستراتيجيات التفكير مرحلة اعتبار التفكير كعملية إبداعية مرحلة اعتبار التفكير كروح معرفية أصبحت أكثر التصاقا بالمتعلم اللي هو التفكير ثم بعد ذلك ننتقل إلى العلاقة بين عادات العقل ومهارات التفكير واستراتيجياته مهارة التفكير تليها العمليات المعرفية ثم تظهر العادات العقلية أخيرا حالات العقل وهناك تقسيم يرى بأن عادات العقل المنتجة ثم الاستخدام ذو المعنى للمعرفة تعميق المعرفة وصق لها اكتساب وتكامل للمعرفة إذن أصبح لديه الاتجاهات والإدراكات المناسبة لذلك المتعلم ثم نتعرف بعد ذلك إلى البرامج التي تبنت عادات العقل المنهاج البريطاني ورأى بأن من أهم عادات العقل التي يجب الالتزام بها حب الاستطلاع احترام الأدلة للطفل إرادة التسامح التفكير الناقد المثابرة التفكير الإبداعي الحس البيئي السليم التعاون مع الآخرين الانفتاح العقلي هناك قيم دائما عندما نريد اكتساب المتعلم مهارات عقلية ومهارات معرفية لا نغفل القيم التي ينبغي أن تنميها عادات العقل لدى الطفل فقد صنفت لثلاثة أقسام رئيسة قيم واتجاهات متعلقة بذات اللي هو ذات الطفل لأن الطفل يكون متمركز حول ذاته ولا نغفل قيم واتجاهات متعلقة بالآخرين وتعامل مع الآخرين لأنه من الضروري أن يكون إنسان اجتماعي قيم واتجاهات متعلقة بالواجبات أي يعرف ماذا يجب عليه أن يعمل تجاه مجتمعه وتجاه من يلتقي بهم وما هي الواجبات التي يقدمها ننتقل بعد ذلك إذا أخذنا حاولنا نتعرف إلى عادات العقل في المجال الاجتماعي ماذا تخدم؟ تخدم معرفة الذات التي منطقيا تؤدي إلى التنظيم الذاتي الانضباط الذاتي التعاطف المهارات الاجتماعية ننتقل بعد ذلك إلى ما يحتاجه الأطفال حتى يطوروا من عادات عقلهم أولاً الحب والتفهم استماع الكبار لهم الأمن والسلام اعتبار القيمة والشعور بالأهم حب الذاتي أو حب الذات أو احترام الذات يليه بعد ذلك كيف تكون البيئة الصفية المناسبة لتطوير عادات العقل؟ أو ما هي الشروط الضرورية للبيئة الصفية المناسبة لتطوير عادات العقل؟ الجو الصفي الدافع عاطفياً كل الحواس عاملة طيلة الوقت أي تفعيل الحواس كل الحواس ثمينة وقابلة لاستثمار بفاعلية في وحدة واحدة من الوقت محضور القلق والتوتر المتعة والسعادة مرحب بها مراعاة الخصائص النمائية للطفل الطفل فرد وفرد ضمن مجموعة وتفاعله على أساس لتحقيق الأهداف الطفل نشط مشارك متفاعل دائماً مهارات الطفل واهتماماته محور أنشطة المعلمة ثم بعد ذلك نتعرف على تطوير عادات العقل واستمرارها كيف ممكن نعمل على تطوير عادات العقل ونجعلها مستمرة أو ملازمة للطفل أولاً أن نؤمن أن جميع الأطفال لديهم قدرة على امتلاك مهارات التفكير التفكير هو هدف تربوي ينبغي السعي لتحقيقه عن طريق إتقال أطفال لعادات العقل مراعاة مراحل النمو المعرفي للطفل إيجاد بيئات صفية تفكيرية متجاوبة تشعر الأطفال بالقبول ما هي الاستراتيجيات المناسبة لتعليم العادات العقلية للأطفال؟ أولاً استخدام أحداث مرت على بعض الشخصيات وعرضها على الأطفال استخدام القصص المعبرة عن حياة شخصيات يعرفها الطفل أو في حياتها الاجتماعية استخدام مواقف خاصة بالطفل الألغاز التعليمية التجريب العملي والتعلم التعاوني لعب الأدوار أو لعب الدور الدعابة والطرفة العلمية لما في ذلك أو كنت كما تشير دراسات وأبحاث على أهميتها في تنمية العادات العقلية لدى الأطفال يسلم النشاط عبر قنوات التواصل الإلكترونية التي سيتم توضيحها على نظام إدارة التعلم الـ MS ننتقل بعد ذلك إلى استراتيجيات مهمة لعادات العقل طبعاً إحنا ذكرنا عدة استراتيجيات لكن ما يروا بأنها تعتبر أكثر أهمية في حياة الطفل العلمية وكذلك الإجتماعية هي لعب الأدوار حيث تساعد الأطفال على فهم المشاكل الحياتية تساعد على فهم مشاعر وانفعالات وإبداع أفكار جديدة يمكن الطفل من التعامل مع المشكلات عن طريق الحرية والنشاط تنمي العلاقات البين شخصية الدعابة والطرفة العلمية ضرورية لتنشيط ذكاء الطفل تنشيط الدورة الدموية تجعل الطفل نشط وحيوياً الممارسات التعليمية لعادات العقل الصمت التعاطف والمرونة عندما يقدم للطفل وجهة نظره وآرأه القبول من غير إصدار حكم إيجاد بيئة تعليمية غنية بالمثيرات توفير اللعب للأطفال التوضيح باستمرار للطفل تعريض الطفل إلى مشكلات تتحدى قدراتهم التفكيرية ننتقل بعد ذلك إلى طريقة إعداد برنامج أو خبرة لأطفال ما قبل المدرسة ونخترنا طبعاً استراتيجية التفكير بمهارة الدعابة يقسم الأطفال إلى مجموعات وتسمى كل مجموعة باسم الهدف العام تنمية عادة إيجاد الدعابة للأطفال مثلاً نذكر موقف لكل موقف الأول رجع جحا من التاريخ ودخل شركة ميكروسوفت واستضافته الشركة لعرض البرامج المتنوعة والاطلاع على أحدث الباقات في عالم الكمبيوتر والتدريب على استخدامها ما المواقف الضاحكة التي قد تحدث؟ الهدف الخاص أن يتمكن الطفل من التعبير بطرق متنوعة تمثيل أو لعب أدوار أو من خلال الرسم نعطي موقف آخر الموقف الثاني تحدث عن قصة هزلية عن بعض المواقف التي تعرضت لها في حياتك وقلد الأقوال والأفعال بطريقة ضاحكة الهدف الخاص تنمية قدرة الطفل على التعاطف مع الآخرين أن يتمكن الطفل من التعبير بطرق متنوعة تمثيل ورسم ننتقل بعد ذلك كيف تكون استمارة الأقوال والأفعال الدالة على عادات العقل هنا أولا يدون رقم المجموعة أو اسم المجموعة العادة العقلية التي نريد تنميتها ولتكون الدعابة ورقم الموقف يسجل في هذا الجدول العادة العقلية يليها وصف تلك العادة إجرائيا ما هي الأقوال التي تدل على تلك العادة وما هي الأفعال خلاصة تعرفنا في لقاء اليوم على عادات العقل ومراحلها وخصائصها ثم استنتجنا أهميتها واستخداماتها ثم توصلنا إلى أهم الاستراتيجيات المستخدمة واطلعنا على استمار التقييم وكذلك كيفية إعدادها التقييم مرفق في ملف التقييم 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة